سنوضح لكم أعزائي الطلاب والطالبات شرح ملخص لكيفية التركيب الكيميائي للهيدين ووصف بنية الهيدين للسنة الثانية ثانوي علوم تجريبية كذلك تلخيص نص علمي عن الوحدة البنيوية للهيدين كذلك تلخيص نص علمي عن تطور كمية الهيدين شاهد الفيديو للنهاية ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة قناة ثقافة قلم التعليمية سنوضح لكم أولا التركيب الكيميائي للوبنيته وصف بنية الهيدين على النحو التالي قال عبارة عن جزيئة تتكون من تسلسل أربعة أنماط من النكليوتيدات يتكون كل نكليوتيد من حمد فوسفوري أسيد فوسفوريك ديسوكس ريبوس سكر ريبوزي منقوص الأكسوجين وقاعدة أزوتية باس أزوتي وصف بنية ال انطلاقا من إعمال واتسون وكوريك وشرغاف تتضمن جزيئة وال أربعة أنماط من النكليوتيدات حسب القواعد الأزوتية إيه يساوي أدينين تي يساوي تينين جي يساوي جوانين سي يساوي سيتوازين تتشكل جزيئة وال من سلسلتين نكليوتيدات ملتفتين التفافا حلزونيا مضاعفا نموذج واطرسون وكوريك وتستقر سلستيال بواسطة روابط هيدروجينية بين إيه يساوي تي رابط طاني وبين سي يساوي جي شرطة ثلاث روابط يعتبر الوحدة الدعمة الوراثية ومقر المعلومة الوراثية وموجود في النواة تكون الصفات الوراثية على شكل مورثات في جزيئة ال فما العلاقة بين النكليوتيد ال ايديين والكروموزوم يعتبر النكليوتيد الوحدة البنيوية للخبر الوراثي ايديلا حيث يتكون كل نكليوتيد من حمض فوسفوري بزائد سكر ريبوزي ناقص اكسجين زائد قاعدة نزوتية واحدة يرتبط ال ايديل بجزيئات بروتينية تسمى الهيستونات هيستونز ليشكل معا في الاخير صبغي كروموزوم والان سنعمل اعزاء الطلاب والطالبات تلخيص نص علمي الوحدة البنيوية للسنة ثانية الفصل الثاني باك الفين وخمس وعشرين بمنهجية كتابة نص علمي وهي كالتالي واحد مقدمة اكتشف العلمان واطسون وكربك عام الف وتسعمائة وثلاث وخمسين التركيب الكيميائي لليديلن وكان هذا احد اهم الاكتشفات في تاريخ البيولوجيا فما بنية وتركيب الليديلن اثنان العرض تتمثل الوحدة البنائية لليديلن في الديزوكسي نيكليوتيدات وهي اربع انواع جيم بي سيم بي دامب وتييم بي و كل الديزوكسي نيكليوتيد يتكون من ثلاثة عناصر اساسية وهي حمض الفوسفوريك اتش ثلاثة بباو اربع سكر ريبوز منقوص الاكسوجين سي خمس اتش واحد سيفر او اربع وقاعدة ازوتية حيث ترتبط هذه اعناصر فيما بينها بروابط كيميائية وللعلم ان القواعد الازوتية اربع انواع وهي سي جي تي وهي التي تميز الديزوكسي نيكليوتيدات عن بعضها البعض ترتبط هذه الوحدات البنائية بروابط ستار فوسفاتية والتي تنشأ بين مجموعة يما للكربون ثلاثة للديزوكسي ريبوز للنيكليوتيدة مع مجموعة الفوسفات للكورونا خمسة للديروكي ريبوز للنيكليوتيدة الموالية مشكلة سلسلة اي دي طويلة وترتبط سلسلتين اي دي بروابط هيدروجينية على مستوى القواعد الازوتية حيث يتشكل بين سي وثلاثة جي روابط وابن اي هوتي رابطتين هذا الارتباط يشكل جزيئة اي دي بالتالي فبنية اي دي مضاعفة مكونة من سلسلتين متكاملتين غير متشابهتين ملتفتين حلزونيا حول نفس المحور وتكونان في اتجاه متعاكسة فتقع القواعد الازوتية داخل التركيب الحلزوني في وضع مستوي عمودي على محور التركيب الحلزوني مما يجعل ازواج القواعد الازوتية في نفس المستوى قريبة من بعضها البعض ومتقابلة هي متماثلة عند جميع الكائنات الحية فقط يكمن الاختلاف في تتابع النكليوتي داتي حيث يزداد طولها و تعقيدها مع زيادة تعقيد الكائن الحي ثلاثة الخاتمة مما سبق نستنتج ان الوحدة البنيوية لليدي هي الديزوكسي نكليوتي داتي ولليدي بنية متماثلة عند جميع الكائنات الحية والآن سنعمل على كتابة النص الثاني وهو تلخيص نص علمي تطور عن كمية الدي مقدمة عرض خاتمة أولا المقدمة يتطلب الحفاظ على المعلومات الوراثية كاملة وغير ناقصة عبر الأجيال المتعاقبة انتاج نسخة ثانية منها بعملية محمة فما هي الآلية المؤدية إلى الحصول على النسخة الثانية من المعلومات الوراثية ثانيا العرض تتضاعف كمية الهدي في الخلية قبل شروعها في الانقسام وذلك في المرحلة الجزئية اس من المرحلة البينية حيث تبدأ هذه الظاهرة في نقاط عديدة من الكوروماتيدة تدعى بعيون التضاعف وكل عين تقابلها فرشات التضاعف لها مظهر حرف واي حيث تعتبر عيون التضاعف المناطق التي يتم فيها تصنيع سلسلتين جديدتين حيث تتم هذه الآلية في السلسلتين في نفس الوقت وفي اتجاهين متعاكسين وينتج في الأخير جزئتان بنتان من الهدي متماثلتين فيما بينهما ومماثلتين للجزئة الاصلية وبالتالي فان كل جزئة بنت تتكون من سلسلة اصلية وسلسلة جديدة تدعى هذه الآلية بتضاعف النصف محافظ وتبقى الجزئتان متصلتين في نقطة تدعى الجزء المركزي ويتم التضاعف النصف محافظ للهدي بتدخل انزيم ايدي بوليميراز وانزيم الهيليكاز من اجل تكسير الروابط الهيدروجينية التي تصل بين سلسلتين الهدي بالتالي فتح الجزئة وربط الديزوكسي نيكليوتي ذات لتشكيل السلسلة الجديدة المكملة للسلسلة الاصلية وفق التقابل بين القواعد الازوتية حيث اي تقابل تي وسي تقابل جي ثالثا الخاتمة مما سبق فيتم الحصول على النصحة الثانية من المعلومات بعملية التضاعف نصف محافظ لليديان وهذا مجرد نموذج لكتابة النص العلمي للسنة الثانية ثانوية علوم تشريبية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة قناة ثقافة قلم التعليمية لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح